لأضل الإخوان يأتون إلى الدارس ومعهم أوراق أو إعلانات ويضعونها في المسجد وهذا لا يجوز وهذا ممنوع هذا ممنوع لا يوضع في المساجد أوراق أو أشياء عبداً لأن هذا أول شيء أن المساجد ما هي محل بسطاته وأوراق وكذا للعبادة والصلاة فقط ثانياً يخشى أن يدس في هذه الأوراق أكاذيب وشر ودعوة إلى الشرك دعوة إلى الفتنة يدس مع هذه الأوراق أو إذا رأوا أن أهل الخير وأهل الصلاح يجيبون الأوراق والله عنها في المساجد جابوهم مثلهم حطوها في المساجد فهو وسيلة إلى فتح الباب بهذا الشيء وقد صدر فتوى على أهد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من اللجنة الدائمة بأن الإعلان عن المحاضرات يلصق على الأبواب الخارجية من المساجد تلصق الإعلان على الأبواب الخارجية من المساجد ولا توضع في المسجد أو في داخل أو تلصق في داخل المسجد في يجب التنبه لهذا وتبليغ الإخوان في بقية المساجد إن هذا أمر ينبغي تلافيه والابتعاد عنه والإعلان ما هو ممنوع لكن على الأبواب الخارجية نعم ما يقدر صاحب الشر أنه يلصق على الباب الخارجي إذا أنك وضعت الإعلان على الباب الخارجي ما يصير هذا وسيلة إلى الدس نعم